بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم معاكم امير عادل بمسي على كل حبيبي والنهاردة هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا تحفة جدا هتعجبك او باذن الله بس كنت محل محسوط على الكريمة او انتو سموه زي ما هتسموه مهم ان هو طعمه جميل جدا فده كان وصفة فطار النهاردة حبيت اشارككم الوصفة الوصفة جميلة جدا كلها مكوناتها موجودة في البيت سهلة جدا فيها كده ترميلة تحفة كده بتضوف في البقء كده شايفة الترميلة كده ما تعرفيش ان تتاكل ايه حاجة كده منعشة ممتعة جميلة جدا مع كوباية النسكافيت وبقى كده حاجة تحفة وقبل ما نقول عملنا الوصفة النهاردة ازاي لو انت اول مرة تشوفيني ادخل القناة وقايم المحتوى لو عجبك اعمل الاشتراك وفعل الجرس على الكل عشان وصال الكل جديد يلا بنا نشوف عمالنا الحاجة الحلوة دي النهاردة ازاي معنا كوبايتين لبن احط عليهم تلات معالق من النشا معالق كبار ومعلقتين كاكاو خام ومعلقتين نسكويك نسكويك عشان ادي طعم حلو ونص كوباية سكر هقلب المكونات دي كمعة بعض لغاية ما تدوب وتختفي خالص ما بقاش فيه اي تكتلات بعد ما دوبنا المكونات بالشكل ده هبتدينا ارفعها على النار لغاية ما الخليط يتقل معي والكريمة تبقى كده كريمة سميكة وهقلب باستمرار ما تسيبيش الكريمة وتمشي ولا حاجة لا باستمرار كده تبضل يتقلب لغاية ما الخليط يتقلب بالشكل دوت بعد كده هنزل عليها بمعلقة زبدة كبيرة وهي سخنة كده عشان تدوب والفانيليا وبعد كده هقلب وبعد كده انزل عليها بمعلقتين من نوتيلة نوتيلة تدي طعم جميل جدا الكريمة تبقى كده كلها حاجة شكلة كده هو وهقلب بقى المكونات دي كده مع بعض وهي سخنة علشان تتجانس بتبقى الكريمة عندي جميلة بعد ما قلبت المكونات بالشكل دوت بقت معي الكريمة شكلها تحفة كده هو هتدي سيبها بقى تبرد بعد كده هغلف وشها بالشكل دوت علشان ما تعمل ليش قشرة وهحطها بقى في التلاجة علشان تبرد تعالوا بقى يلا بنعمل العجينة بتاعت البسكوت معي نص كباية من السمنة تكون بدرجة حرارة الغرفة وبعد كده هنزل عليها بنص كباية سكر بوضر بعد كده هبتدي اضرب بقى بالمضرب الخليط ده لغاية ما يبقى معايا خليط كريمي بعد كده ابتدي لم الجوانب عشان السكر بيكون آآ على الجوانب بيكون ما اتطحانش او ما اتضربش معايا مع السمنة بعد ما اضربتهم مع بعض هبتدي انزل ببطين ومعايا هم آآ بكة فانيليا وهبتدي اضرب الخليط ده كده مع بعضه بالمضرب مرة كمان بعد ما ضربنا المكونات بالشكل دوت هبتدي انزل عليها بالدقيق بالدقيق هياخد معايا من كبايتين وربع كبايتين ونص على حسب آآ نوع الدقيق آآ ونسبة اكتسابه للمواد السائلة انا هنا هبتدي الاول بكبايتين من الدقيق والنص التاني هاخده كده حبة حبة فهنا معايا العجينة اخدت ربع كباية بس ونزلت عليها ببكت من آآ البكينج بودر او خامرت الحلوة وهبتدي قلب بقى المكونات ودي رشة من الملح نقلب بقى المكونات كده مع بعض وتشوف العجينة معاك هتلف الوقت انت بتحط الكبايتين بس ولما تلف العجينة تشوفيها هي محتاجة ربع كباية واحدة واحدة كده نمتد نكمل النص كباية التاني هتاخده كله اما هتاخد ربع الكباية بعد ما عاجلنا العجينة بالشكل دوت ولمت معايا خلاص هبتدي بقى ان انا اقسمها بصي العجينة حلوة زي اشبه كده بعجينة كده البتيفور البسكوت حاجة كده مرملة كده تحفى بعد كده هجيب الصينية اللي انا هحط فيها البسكوت بتاعنا وهدهنها بالزبدة كلها من جميع الجهات بعد ما دهننا الصينية بالشكل دوت هبتدي بقى ان انا نقسم العجينة على كثمين بعد كده هفرد العجينة بالشكل دوت واملة بها الصينية بعد ما فردتها في الصينية بالشكل دوت هبتدي اجيب بقى الكريمة بتاعتنا بعد ما الكريمة بردت بالشكل ده هجيب بقى المضرب وابتدي اضربها لان هي كده بقت سميكة شوية لما بتقعد بتبقى بتتقل فنضربها عشان نخفها وتبقى كريمي اكتر. الدرب بيخلي الكريمة كده بتبقى حاجة كريمي كده ما بتضرب. بعد ما ضربنا الكريمة بالشكل دوت هبتدي انزل عليها على طبقة العجين الاولى. الشكل دوت وافردها. زبطي بقى الكريمة كده هوت على العجين. بس ما تخليهاش تكون خارجة لغاية الاطراف. خليها كده في الوسط شوية. بعد كده هاخد الجزء التاني العجين وافرده على كيس بلاستيك. كيس من اكياس التلاجة او ورقة زبدة الموجودة عندك استعمليه. افردها تكون يعني ايه? افردها تكون اه على قد الصانية. بعد ما فردناها بالشكل دوت هنبتدي بقى ان احنا ناخدها كده بالكيس البلاستيك اللي تحتيها ونحطها على الصانية. بس هنا انا معايا كانت اه ما كانتش بنفس حجم الصانية كانت اقل منه شوية. هبتدي اخد بقى الزوائد اللي هي على الجناب ديت بالسكينة كده وحطها في الحتة اللي هي الواضحة ديت اللي ما فيهاش عجينة. لان العجينة هنا جات معايا صغيرة شوية. كتاعة تفرد اكتر من كده. ممكن انتي بقى تقيسي مقاس الصانية. تاخد ورقة تقيسي عليها الصانية. اه وبعد كده تفردي عليها العجينة. كده تعرفي مقاس الصانية. وتوزبط بقى معاك الايه? الطبقة التانية. انا هنا بقى اخدت الزوائد وهفردها في الايه? في الحتة اللي هي العجينة بديت. بعد ما فردت العجينة وزبطتها بالشكل ده وت هبتدي اجيب بقى الشوكلة وحطها عليها. بس من الافضل آآ يعني عن تجربة ان انت الاول تسوي العجينة. وقام ما تلاقيها اخدت لون كده من تحت ابتدي بعد كده حطي عليها الشوكلة من فوق. عشان ما تتحرقش منك. هتدخليها على درجة حرامية وتمانيمة. انا هنا كنت حطيت آآ شوكلة من البيضة وشوكلة من البني. وحطيت ازبيب على الجوانب. هتحطيها في الرف الاصل على درجة حرامية وتمانيمة. بكده خلاص العجينة بتاعتنا استود بالشكل دوت زي ما انت شايفها كده هوت. قالوا بقى نقطعها عشان نشوفها بقى كده من جوة. بصو تحفة كده مرملة جدا. تحفة حقيقي. هي ما بتاخدش لون من فوق بتليها بس من تحت اخدت لون اشقر. لكن من فوق ما بتحمرش. بتبقى لونها يا فاتح كيه زي ما انت شايفها كده هوت بالشكل دوت. هنا معيها كان لسه سخنة. في اول مسلس طلعته كان ديب كده هوت. من درجة الحرارة. منطلع لكم دلوقتي اواحد متماسك شوية. بعد اما بردت لانها كان لسه سخنة. حقيقي جميلة جدا. شايفة? شايفة البسكوت بتاعنا تحفة ازاي? تحفة. حاجة كده ممتعة كده رهيبة كده في الاكل كده هوت. حاجة كده واو. استمتعي بقى وانت بتاكل الاكلة الحلوة ديت. هنا بقى انا قلت احط شوكلة عليها من البيضة. تديها لون كمان وتخليها احلى بالشكل دوت. فانت بقى زي ما انا قلت لك خدي كده الشوكلة ايا كانت. وحطيها بعد ما تاخد اللون الاشقر من تحت. وقفل عليها الفرن كده دقيقتينة تلاقيها هي ايه مسكت في البسكوت كده من فوق. اهي بصي شوكلة تحفة ازاي? اول مسلس كان دايب معنا بصوا. دايب دوب. تحفة حقيقي. وبكده تكون خلصت وصفتنا النهاردة. لو الوصف عجباتك دوسي لايك وامليه اشتراك وفعل الجرس عالكل عشان نساله الكل جديد. وقالكوكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.